أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حلاقة جديدة من المساء اليمني وأكل عام وأنتم بألف خير هل اختلف العيد في تعز ومأرب هذا العام؟ فتح الطرق في تعز ومأرب ساهم بشكل كبير في تسهيل التواصل بين الأسر وتبادل الزيارات وتنقل الناس العائدين إلى منازلهم وقراهم ومدنهم خلال فترة العيد رغم قساوة الوضع الاقتصادي إلا أن عودة الأهل إلى مدنهم وفتح الطرق في تعز ومأرب كان بمثابة خطوة مهمة نحو السلام وتأكيدا على قدرة الأطراف المتنازع على التواصل إلى تفاهمات واتفاقات من شأنها وقف الحرب وأحلال السلام بعد سنوات من الإغلاق والمعاناة ما تأثير فتح الطرق على أعياد الناس في تعز ومأرب وماذا عن حاجة الناس إلى مواصلة الجهود لفتح جميع الطرق المقطوعة كالضالع والحديدة ونهب لتسهيل وصول الخدمات الأساسية والرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية نذهب مشاهدين لمشاهدة هذا التقرير ثم نعود لبدء النقاش هذه السنة عيدين أحلى عيد صراحة كأننا كل سنة نعيد بالحوبان السنة ندخل المدينة نرقع نرح صبير نرقع الحديقة العيد حلوى السنة بعد سنوات من الإغلاق والمعاناة تأتي خطوة فتح الطرق في تعز ومأرب لتضع بهجة في هذا العيد هذا ما يقوله الناس وتقوله ملامح البهجة المسروقة من أوجاع الحرب أحلى عيد مناسبة في افتتاح الطريق والأقرب والبادرة مرتاحين مبسوطين يعني الحمد لله با افتتاح الطريق مرتاح الراحة مع العدادة كنوا نقزع أقروض والأقروض ونقلس يوم أن نتعب نتبه هذالون الشمات نقلس في البيت مع نعيد والآن الحمد لله مرتاحين فقبيل عيد الأبحى المبارك فتحت الطرق ومعها فتحت أبواب التواصل بين الأسر وتبادل الزيارات وسهلت حركة السكان والمسافرين إلى مدنهم وقراهم وأسرهم زهاء عشر سنوات توالت العياد على اليمنيين لكنها أعياد مهجورة في مدن مقطعة الأوصال وطرق شاقة لم يكن العيد في اليمن كحال سنوات الحرب فعياد اليمنيين مناسبات للتواصل وزيارات الأهل وتعزيز الروابط الاجتماعية غير أن الحرب التي ملأت الأرواح بالأوجع والمدن بالدمار حالت دون ذلك الآن الحمد لله الزغير وكبير يعيد اللهم له الحمد نحمد الله ونشكره المدمرات إن شاء الله بتاعتمر قديد ادخلوها في أمان إن شاء الله نحن آمنين نحن ونتم أمة محمد قمعين نسأل الله أن يتوحد الشعب جميعا في تعز مأرب تحديدا فتحت الطرق واختصرت الكثير من الوقت والجهد والمشقة ولم تقتصر فوائد فتح الطرق على الجوانب الاجتماعية فقط بل امتدت لتشمل وصول بعض الخدمات الأساسية وشيء من حركة تجارية تعيد الأمل إلى الناس رغم حالة الرقود الاقتصادي وضعف القدرة الشرائية الحرب سيئة يدرك ذلك من يشاهد فرح الناس الممزوج بأشواقهم وعواطفهم وهم يعبرون إلى الضفة الأخرى من ذات المدينة العودة هنا ليست مجرد انتقال جغرافي بل هي عودة الناس إلى الحياة على الرغم من هذه الخطوات الإيجابية التي نتجت عن مبادرات فتح الطرق تظل الحاجة ماسة إلى مواصلة الجهود لفتح جميع الطرق المقطوعة وتحقيق السلام الدائم في البلد الذي أنهكت الحرب وأن تتسع المبادرات لتشمل المحافظات المحاصرة كالضالع والحديدة مدينة التي حاصرتها الميليشيا وكسرت الظروف القاهرة سكانها وحرمتهم من مظاهر العيد والفرح أهلا بكم شاهدين الكرام جديد وكل عام وأنتم بخير مرة أخرى وأرحب بالضيف الذين سيكونوا معي خلال هذه الحلقة هنا في الأستيديو الأستاذ وديعاطة الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان مساء الخير أستاذ وديعوك كل عام وأنتم بخير أهلا وسهلا كل عام وأنتم بخير أنت وكل المشاهدين كرام تحية لك وسيكون معنا الأستاذ وسام محمد الصحفي منتعز عبر الأقمار الاصطناعية مساء الخير أستاذ وسام كل عام وأنتم بخير مساء الخير كل عام وأنتم بخير آسيا أهلا بك وأيضا سيكون معنا الصحفي حمود هزاع وهو نازح أيضا من إب إلى مأرب موجود معنا إذن سنرحب به حين ينضم أهلا بكم جميعا ضيوفنا الأعزاء أستاذ وديع بداية شاهدنا التقرير وسمعنا فرحة الناس بمناسبة فتح الطرق في تعز وفي مأرب كيف تعلق على ما شاهدته من فرحة للناس وتناقشنا قبل تحت الهواكف يعني لمسنا هذه الفرحة العظيمة بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك وكل عام أنتم خير مرة ثانية وكل المشاهدين الكرام وضيفك الكريم الحقيقة بأن الصور والتعليقات والتصريحات والتعبيرات هي أيضا كانت أفضل رسالة وأفضل إيجابة على أي تساؤل يتعلق بمشاعر الناس خصوصا الذي عاشوا انتقالا إذا صح التعبير كذلك ما بين حالة الانقطاع لسنوات طالت تقريبا سنوات 2015 حتى الآن ما بين على أقل بين أبناء الحوبان وأبناء تعز وهم أبناء نفس المحافظة أبناء نفس المنطقة نفس الدرب نفس الحي يعني تخيلي اليوم حالة الاندفاع الذي حصله اندفاع الشعبي من الجانبين إلى الجانبين كذلك كانت مشاهد الأمانة تطير معها الروح ويتمنى الواحد لو كان فيهم ويعيش معهم هذه اللحظات المشاهد كذلك اندفاع المسافرين من البيضاء إلى مأرم كذلك حالة كذلك من الفرح الشعبي الذي يعني تفاعلنا معها بشكل عام وتمنينا بأن لو كانت عمّت كل المنافذ والطرق الرئيسية التي تربط كل المحافظة اليمنية لأنه في الأخير كلنا شعب واحد الساسة يختلفون أو يتعاركون أو يتحاربون طال العراق والحرب أو قصرات في الأخير الطريق باقية والناس باقية والشعب باقية واليمن باقية وكل شيء سيعود إلى ما كان عليه لكن في الأخير لابد أن يعتبر السياسيين وقيادات يعني الذين يشاهدون مثل هذه المشاهد كذلك أن يعتبروا على أقل أن يقدموا بين يدي حياتهم وبين يدي آخرتهم مثل هذه الخطوات الإيجابية الإنسانية الأخلاقية الوطنية كذلك التي يمكن أن تحسب لهم في مسيراتهم الحياتية ويجب أن نضع نقاط على الحروف أيضا بأنه للأسف من يقفل هذه الطرق ومن يفرق ومن فرض هذا الواقع هي في الأخير ميليشيا الحوثي وليس الشرعية التي أكثر من من أعلنت وعبر أكثر من طريق كذلك بأنها فتحت من جهتها وأنها تنتظر ميليشيا الحوثي أن تفتح من طرفها كذلك إذن بالذهاب إليك أستاذ وسام وكونك في تعز أنقل لنا مشاعر الناس أن مر عليهم هذا العيد بهذه السلاسة بهذا الفرح الذي لمسنا في عيونهم طبعا بالفعل في تغيير جوهري حصل على مستوى تعز وبدأ الناس يتدفقوا إلى المدينة بصورة غير مسبوقة طبعا فيه ومش بس من أجل زيارة الأهل والأقارب وهو شيء مهم وكثيرين لكن التدفقات برضو شملت أن الناس جاءت من أجل أن تتنفس الحرية في تعز يعني بعد الكبت وبعد سنوات من الحوثي فارض على أنفاس الناس يعني في الحوبان وفي مناطق أخرى الناس أرادوا أن يتنفسوا لذلك شهدنا هذا الإقبال الكثيف نحو تعز يعني في الأيام في اليومين الماضين ما حصل يجب أيضا أن نضعه في سياقه يعني الحوثي فتح طريق طريق واحد وهو طريق خطر وحوله خنادق وهذا الطريق أصلا محاط بثكونات عسكرية يعني الحوثي اختار هذا الطريق يعني أقصد لا نرفع السقف عند الناس يعني في أي لحظة الحوثي قد يغلغ الطريق يعني لأنه لا يوجد اتفاقيات يعني تعامل مع الأمر وكأنه مكرمة وكأنه مكرمة زي الملوك وزي الأمراء زي وكأنه مكرمة لكن المكرمة والخوف أن يتم استخدامها كأهداف عسكرية بالضبط يعني في محاذير كثيرة ولو عدنا للسياق من البداية يعني حتى مصطلح مكرمة يعني ناقص يعني الحوثي دائما في أي خطوة لا بد أن يحقق مصلحة مصلحة كبيرة على حساب الشعب على حساب الناس اليوم ما الذي يستقدر حتى يفتح الطرق نحن طبعا مع فرحة الناس لكن مهم أن الناس تعرف الحقائق يعني لا يصح أن نظل نخدرهم وننسى مثلا تسع سنوات من المعاناة ومن القريمة الغير يعني مسبوقة في التاريخ يعني تسع سنوات من العقابة الجماعي لكتلة سكانية كبيرة ما حصل هو أن مع عمليات الحوثي في البحر الأحمر على خلفية الحرب في غزة أمليات الحوثية هذه لم تقدم إصداقية سواء عند الرأي العام الخارجي أو الداخلي لم تقدم إصداقية كيف أنت تقول أنك تقاتل من أجل غزة وفي نفس الوقت تحاصر مدينة تعز وتقطع الطرق وتشنل وتفجر المنازل لذلك بدأ هو من وقت مبكر يسعى من أجل أن يثبت مصداقيته ورأينا كيف بدأ قبل أشهر يحاول أن يفتح الطرق في مارب يعني حتى عندما بدأ يحاول أن يثبت مصداقيته لم يفكر في تعز تعز يعني حصار تعز هو يمثل استراتيجية سياسية وعسكرية لجماعة الحوثي لا يمكن أن يتراجع عن هذه الاستراتيجية إلا إذا كان يحقق مصلحة كبيرة واليوم السؤال الحقيقي ما هي المصلحة ما هي المصلحة التي قعدت الحوثي يتراجع عن حصار التسع السنوات الإجابة الحقيقية هي ما يحتاجه الناس اليوم في تعز نحن خلال التسع السنوات تأقلمنا مع الحصار أو صمدنا مع الحصار من أجل أن نحقق أهداف كبيرة تتعلق باليومان بشكل عام من أجل أن لا نرضخ لا يتعبد الملك الحوثي اليوم ويفتح طريق واحد محاق بالألغام ويعتبرها مكرمة لا نحن نعرف أن الحوثي فتح هذه الطرق من أجل أن يهرب للأمام مع قرار البنك المركزي ومع الجدية التي أبدتها الحكومة ومع إقراءات كثيرة لا تزال محل نقاش أراد الحوثي أن يقفز إلى الأمام وأن يفتح الطرق لكي لا يتحاصر لكي يصبح منافذ كثيرة لكي يناور يعني ممكن يقعد تعز في أي وقت وهو أصلا عصاره هذا لتعز يعني هو كان بمثابة تأخير لللحمة الوطنية نحن اليوم في تشضي وفي حالة تذرر والسبب أن تعز هي قلب اليمن قلب القمورية بالأصح يعني إذا كانت تعز مقطعة الأجزاء والأوصال ولا تستطيع أن تلتحم أجزاءها مع بعضها إذن لا خف على سلطة الحوثي وهو مدرك لهذا الأمر تماما الحوثي لا يقدم على شيء إلا إذا درسه بشكل جيد إذن لو تسألنا أستاذ وديا وأنت تتحدث قبل ذلك عن أمنياتك أن تفتح جميع الطرق ما هي معاناة مثلا منطقك الحديدة معزولة ومتقطعة الطرق إليها الناس لا يستطيعون الذهاب والدخول والخروج منها بسهولة كيف أثر انقطاع الطرق في مناطق الحديدة على حياة كثير من الناس هناك؟ نعم اسمحي لي قبل الإجابة فقط أن أهنأ بلادي المناسبة أيضا أبي وأمي بمناسبة عيد الفطر المبارك وإخواني كذلك وكل الأحباب في مدينة حيس التي أستطيع أن أقول أنها محاصرة ونموذج لحالة المعاناة مع انقطاع الطرق أيضا اليوم أستطيع أن أقول لك وأنا ابن حيس بأنها اليوم هناك أسر يعني عشرات يعني مئات بل آلاف الأسر اليوم نازحة لا تزال في مناطق بعيدة لأن ميليشيا الحوثي عملية اليوم تحاصر حيس لا تزال من جهة الشرق ومن جهة كذلك الشمال جهة جبال راس وجهة جبال شرعب وشمير أقصد بأن هناك آلاف الأسر لا تزال حتى اليوم منقطعة عن زيارة أهالها وذويها في حيس أو في الجراحي أو تبادل الزيارات التي كانت لا تقطعنا عنهم إلا ربع ساعة فقط إلى عشرين دقيقة بالسيارة فأحتاجوا بسبب قطعة الطريق ما بين حيس والجراحي وهو الخط الرئيسي وأنا هنا أنبه بأن الخط حديثنا عن معبر حيس الجراحي لا يعني بأنها منطقة قروية أو منطقة بين مديريتهم فقط نحن نتحدث عن طريق رئيسية أهداها التحدي السوفيتي في ستينيات القرن الماضي إلى الجمهورية العربية اليمنية كخط يربط بين محافظتين حديدة وتعز ونحن نتحدث عن حديدة وتعز فلن نتحدث عن المحافظتين الأكثر سكانا على مستوى الجمهورية نتحدث عن حوالي عشرات ملايين نسمة كانوا يتواصلوا عن طريق هذه الطريقة على الأقل وهذا الشريع الشريع الرئيسي الذي يربط بينهما إضافة إلى أمئات الآلاف من العمال أبناء محافظة التعز الذين كانوا يعودون عن طريق هذه الطريقة يعني من محافظات حقة من المحويت من ريمة من مصانع مدينة الحديدة كانوا يعودوا عبر هذه الطريقة اليوم من يريد أن يزور أهله في زبيد أو في الجراحي مثلا كان يلتف إلى تعز ثم يعود إلى أب فالعدين ثم يعود مرة ثانية إلى جبر راس ويعود إلى الجراحي تخيلي بعدما كنا نقطع الطريق في عشرين دقيقة اليوم نقطعها إلى أصبحوا عشرين ساعة اليوم في ظل هذه المبادرات التي هي بدأت وكما أشار إليها ضيفك من تعز أيضا بأن بعض الحوثين يتحدثون عنها كمكرمة هي ضرورة إنسانية وأخلاقية وطنية بل ومسؤولية تأريخية اليوم نحن اليوم نرفع القبعات لكل الجهود الإنسانية البحتة التي تنادي بفتح الطرقات لأسباب الإنسانية وأسباب أخلاقية لأنه نحن في الأخيرة الطرقات ليست بين البيضاء ومأرب فقط ليست بين الحوبان وتعز فقط أو إب وتعز أو السفال وتعز نحن نتحدث عن لودر ومكيراس عقب الثرة نتحدث عن كريش وتعز كذلك طريق عدن نتحدث عن بيرباشة والحديدة كذلك طريق الحديدة تعز والقراحي تعز والقراحي حيس نتحدث عن مريس دمت كذلك في الظالع نتحدث عن أوصال مقطعة فرضتها ميليشيا الحوثي عسكريا على أبناء الشعب اليمني نتحدث عن فرضة نهم مارب كذلك التي بإمكانها أن تقلس كذلك ساعات السفر عبر طريق البيضاء لذلك نحن بحاجة إلى أن تتواصل مثل هذه الجهود الإنسانية التي يمكن أعتقد بأن أستطيع أن أصفها بأنها قفزات حقيقية تسبق كل جهود المبعوث الأممي أنها أيضا عادت بقاطرة الحديث سياسيا أو إنسانيا إلى استفاق ستوكولم في ديسمبر 2018 الذي أيضا كان له قز كبير من مسألة رفع الحصار عن تعز وفؤينها الطرقات لطالما كذلك الحوثي تراجع وطالما ناور وطالما احتال على مسألة فتح الحصار عن تعز ورفع الطرقات لكن الحاصل بأنه اليوم في ظل هذا التدافع الحاصل الآن والضغط الأخلاق أيضا على ميليشيا الحوثي سواء بإدعاء الدفاع عن غزة وأنه هو في نفس الوقت يحاصر تعز لربما دفعته إلى مثل هذه الخطوات لكن أيضا يعني عسكريا وسياسيا هناك لا بد أن تكون القهرة أو الضفة الأخرى لها حسابات خاصة استعدادات خاصة لأي لحظة قد ينقض فيها الحوثي على أي منطقة يمكن أن يتسلل إليها عبر هذه الطرقات التي فتحت لكن دعيني أيضا أن أكون معك صريحة أيضا يعني هناك رؤيتين لمثل هذه الخطوات رؤية سياسية عسكرية وهي ترتبط بالنخبة العسكرية والسياسية التي تدير هذه الحرب وتدير هذه الأزمة ورؤية كذلك المواطن العادي المواطن العادي الذي لا يهمه إلا الخدمات لا يهمه إلا الطريق يعني في الأخير أنا قلت بأن الشعب اليمني اليمن باقية وأن كل هذه النخاب المتصارعة ستذهب واليمن باقية وأن الطريق ستبقى أن الطريق اليوم الذي يقفلها سيموت اليوم أو غدا أو بعد حتى عشرين سنة لذلك يجب أن يقدم مثل هذه هؤلاء القيادات مصلحة الوطن وأن يقفزوا إلى الأمن فيها يكون هذه الخلافة في حل مثل هذه الإشكالية إذن بالعودة إليك أستاذ وسام أستاذ وسام يعني بعد فتح الطرق أصبحت زيارة الأهالي من مناطق سيطرة الشرعية إلى الحوثيين والعكس لم تعد مجرد زيارة وإنما قرار يعني يعتبر صعب قد يكون له أثر خطيرة لا سمح الله يعني مسألة تأمين الطرق هل هي مؤكدة مئة في المئة أو حتى إغلاقه خاصة يعني قد نحن نعلم يعني أن الحوثي لا عهد له قد يغلق الطريق في أي لحظة فما هي برأيك يعني من يهتمون بفتح الطرق الناشطين والمتابعين والوسطاء أيضا ما هي يعني ما يقع على عاتقهم من مسؤوليات لتجاوز مثل هذه المخاطر إلى أن يموت وخلال هذه الحرب زادت المغامرة يعني بشكل كبير وتصعدت والحوثي أساسا يعني لم يطرح ضمانات ولم يدخل في اتفاقات هو فقط قرر أنه يفتح الطريق وفتحها السؤال لماذا يعني لماذا لم يكن هناك ترتيبات مصاحبة لفتح الطرق لم يكن هناك اتفاقات أو لم يذهب الحوثي إلى اتفاقات لأنه لا يريد أن يتورط في التزامات مع المنظمات الدولية والأطراف الخارقية لأنه لا يرى الأطراف المحلية الأطراف المحلية هو لا يراها ولا يعترف بها ولا يعترف بإنسانيتنا كمواطنين كيمنيين هو يرانا فقط يعني كرعية وربما يعني عمال يعني مع الإمامة طبعا الأخوة يقول أنه يتكلم عن الأخلاق وعن القانب الإنساني الحوثي لا يوجد عنده أخلاق ولا يوجد عنده قانب الإنساني أصلا يعني بعد عشر سنوات من الحرب يفترض أن تكون المصطلحات قد نضقت إذا كان الإحصائيات في تعز مثلا قطع الطرق فقط يعني عدد حوادث المركبات والسيارات وشاحنات النقل في طرق تعز الفرعية وصلت إلى نحو 500 حادثة عدد الذين ماتوا تقريبا 374 شخص عدد المصابين يوصلوا إلى ألف شخص تكاليف هذه الحوادث كلها تصل إلى نصف مليار دولار طيب أين كانت أخلاق الحوثي خلال السنوات الماضية الحرب توقفت يعني عمليا الآن الحرب توقفت في إبريل 2020 يعني نحن الآن تقوزنا العامين منذ توقف الحرب يعني أو منذ خفض التصعيد لا يوجد أخلاق وافترض أن نعي هذا جيدا لا يوجد أخلاق ولا يوجد ظبير إنساني الحوثي لديه مصالح ولديه وهناك أوراق بإمكان أن تركعه يعني طوال السنوات الماضية كنا دائما ننادي أو نقول بأنه ننادي بالمعركة العسكرية وأن المعركة العسكرية هي الحل اليوم تكشف لنا أشياء مهمة مثلا الآن الأخودي يتكلم عن الحديدة الحوثي لن يهتم بالحديدة هو إذا كان يرى اليمنيين مواطنين درجة ثانية هو يرى أبناء الحديدة مواطنين درجة خامسة والانتهاكات شاهدة على ذلك في الحديدة لكن لا تعنيه معاناة الحديدة من قريب أو بعيد الحل ومع ذلك الحل في الحديدة يجب أن نضع نقطع الحروف الحل في الحديدة العودة إلى اتفاق ستوك هولم الذي لم ينفذه الحوثي الحوثي لم يفتح الطرقات لم يشلم رواتب المعلمين أشياء كثيرة في اتفاق ستوك هولم وردت لم ينفذها الحوثي بينما رفعت القيود عن ميناء الحديدة رفعت القيود عن مطار صنعاء لكن ماذا الذي سنزم الحوثي أستاذ ويسام إذا كان هو يتحرك بما يريده وقت ما يريده من سنزم الحوثي بالعودة إلى اتفاق ستوك هولم الذي سنزم الحوثي بفتح الطرقات في الحديدة يعني الأمر تشعر بأنهم وكأنها مجرد لعبة بالنسبة للمجتمع الدولي لا يهمهم والحوثي يتصرف كيف ما شاء وقت ما يشاء وهذا طبعا يجب أن نحدد ما الأطراف التي يجب أن نتوجه لها بمناشدات الأخلاقية وبالحديث الإنساني وبالمطالب وحتى بالشتائم وحتى بالناقد لدينا حكومة مهما كانت ملاحظاتنا عليها لكن يجب الضغط عليها يجب الضغط عليها وأن نطالبها بأن تفعل كل الأوراق التي في يديها حسب الممكن واكتشفنا بأن الممكن يعني هامش كبير جدا مع قرار البنك المركز اليمني لذلك على الحكومة أن تعيد النظر في اتفاق ستوكولم وبموقع بعض النظر هذه تتخذ إدراءاتها ومثلا تغلق الميناء وعندها الحوثي سيأتي إلى طاولة المفاوضات وستكون منافى الطرق أحد هذه البلفات المطروحة وعندها تستطيع الحكومة أن تفض شروطها وأن تطرح الحوثي بشكل واضح أنه لا يمكن النقاش أو الحوار ما لم تفتح كل الطرق وما لم يتم الاعتراف بالعملة الجديدة وخطوات كثيرة أقصد الحقوق تنتزع ولا تعطى ولا توهب إذن شكرا جزيلا لك أستاذ ويسام محمد الصحفي كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من تاعز عود إليك أستاذ وديع أستاذ وديع هل ترى أي أمل لتغيير الوضع في المستقبل القريب يعني فجأة قرر الحوثي أن يفتح الطريق في تاعز هل يمكن أن يحدث ذلك بالنسبة للحديدة نعم بداية نسمحي لي أيضا أن أعقب على ما ذكره ويسام كتعقب على كلامي أيضا حينما تحدثت عن المسؤولة الأخلاقية لا أتحدث عن الحوثي كطرف فقط يعني أنا حينما نتحدث عن الواقع اليوم في الضفة الأخرى ليس الحوثي فقط هناك كتلة إنسانية كبيرة يعني في الأخير هم ضحايا أو إذا صح التعبير هم رهائن بيد ميليشيا الحوثي يمارسون بشكل أو بآخر ضغوطهم الخاصة أيضا هناك امتعاض هناك احتقان يدرك الحوثي هذا الاحتقان أيضا وهذا الاعتمال في مناطق سيطرته لذلك من حين إلى آخر لا بد يعني أن يتخذ مثل هذه الخطوات التي يعني إذا صح التعبير أيضا هي تنفس من حالة الغضب الشعبي في مناطق سيطرته وحينما نتحدث عن مسؤولة الأخلاقين نتحدث عن مسؤولة الأخلاقين عند كافة المسؤولين عن الأزمة في اليمن عن الإنقلابيين والميليشيا يعني كطرف وكذلك الشرعية والتحالف والمجتمع الدولي كذلك كمشرف وراعي ولست بصدد أيضا ترتيب المواطنة والمواطنين في مناطق سيطرته الميليشيا الحوثي لما يقول لي أصحاب الحديدة مواطنين درجة خامسة ولا رابعة هو ينظر لليمنين كلهم بأنهم درجة ثانية ومختلفة وأنهم أيضا يعني شعب آخر أيضا لذلك هو يتعامل مع الكل بأنهم تابعين له وهناك أيضا أمثلة كذلك رياف تعز الجنوء الشمالية تعاني معناة نفس النس الحديدة وفي غيرها كذلك هذا شيء فيما يتعلق فتح الطرقات بجهة الحديدة من طرف الحوثي هناك كانت أيضا مبادرة من قبل الحكومة الشرعية ممثلة بالقوات المشتركة ومحافظ الحديدة ومسؤولي السلطة المحلية في حيث كذلك أكثر من مرة فتحوا الطرق ووصلوا إلى آخر نقطة تفصلنا على جراحي وأعلنوا بأن الشرعية تفتح هذه الطرق من جهتها وأنها تنتظر ميليشيا الحوثي بأن تبادر كذلك من جهتها أو تقابل هذه الخطوة سواء بسواء من جهتها كذلك ما حصل بأنه في خضم هذه الحركة أيضا وفي خضم هذه الأحداث الجديدة وفتح الطرقات فتحت ميليشيا الحوثي طريق الجراحي جبر راس حيث وهي طريق فرعية كذلك تقع في مناطق ونفوذ وسيطرة ميليشيا الحوثي كذلك وللمعلومة كذلك لك وللرأي العام بأنه أيضا ميليشيا الحوثي تفرض في هذه المنطقة أيضا منطقة يعني تحصيل جمركي إذا صح التعبير أو تحصيل ضرائب في هذه المنطقة وفي منطقة سقم أيضا هناك منطقتين للتحصيل المالي منطقة سقم التي تربط حيث بميراب وشمير شرقا من حيث وكذلك في جبر راس الجراحي اليوم الطريق هذه الملتفة أيضا كنا نتمنى أيضا بأن يتم التقاوب أيضا مع هذه الخطوة أيضا بأن تفتح كذلك الطريق ليش؟ لأن هناك أهمية إنسانية على الأقل ستخفف عن الناس بين سكان الضفة ضفة الجراحي وضفة حيث ضفة زبيد وضفة حيث هناك حالات ترابط اجتماعي ومصاهرات وحالات قرابة كبيرة أيضا بين هذه المناطق جنوب الحديدة حيث والجراحي والخوخة وزبيد كتلة واحدة وجبر راس كذلك كنا بحاجة إلى أن يتم التقاوب مع هذه النقطة أيضا ليتزاور الناس لتنتهي عزلة آلاف الأسر التي لا تزال حتى اليوم في حطم المحتقزة في صنعاء والتي يفترض أن تعود إلى حيث أو تعود إلى مناطق الخوخة وغيرها من مناطق شمير ومناطق شمال تعز جنوب شمال تعز التي يفترض أن يعود إليها اليوم ناس قرى أرياف شمال تعز محرومة من أهلهم للسنة التاسع على التوالي كذلك أتكلم عن ميراب أتحدث عن شمير أتحدث عن المجاعشة عن البراشة أتحدث هذه العزل التي وضعها الإنساني أسوأ من قرى في اتهامة كذلك أتحدث عن الأرياف التي في مناطق التماس كذلك الناس الذين لا يستطيعون أن يصعفوا أبناءهم اليوم حينما يمرضوا إلى مركز حيث كما كان معتاد أو حتى يصل بها إلى مركز الجراحي كما كان معتاد اليوم هناك حالة أوصال مقطعة جغرافيا وأسريا واجتماعيا كنا بحاجة إلى نوع من المسايسة وأنه في الأخير لا بد أن يستمر الضغط على ميليشيا الحوثين تفتح طريق الجراحي الحيث لكي تعود لكن هناك كما ذكرتنا في أحد تقارير وكتاباتي أيضا بأن هناك حسابات سياسية وعسكرية واضحة عند ميليشيا الحوثي في فتح هذا الطريق ما هي؟ أن القوات المشتركة حينما انسحبت فيما سمي بالتموضع أيضا انسحبت مئة كيلو للحوثي الميليشيا الحوثي نظرت لهذه المساحة التي انسحبت لها منها القوات المشتركة كمكسب عسكر استراتيدي زرعت كل هذه المنغة التي وصلت إليها بمئات بل وآلاف الشبكات من الألغام المتفجرات والعبوات الناسفة من الصعب جدا أن تتعامل ميليشيا في يوم وليلة أو في أسبوع أو حتى في شهر مع هذا الواقع الذي تنسحب بدون أي تنازلات من الطرف الآخر لذلك قلت وأقول بأن هناك حسابات عسكرية معقدة لدى ميليشيا الحوثي أن تفتح هذا الطريق لأنها تعتبر مكسب استراتيجيا عسكريا وسياسيا كذلك نعم إذن اسمحنا نستاذ وديعنين ينضم إلينا الصحفي حمود هزاع وهو في نفس الوقت نازح من إب إلى مأرب ينضم عنا عبر الأقمال الصناعية مساء الخير أستاذ حمود مساء الخير اغتياسيا وتحية لك وللأخ وديع عطاء وعيد مبارك عليكم على كافة أبناء اليمن وأبناء أمتنا العربية والإسلامية وأنت بألف خير وسحة وسلامة طيب أستاذ حمود بداية نود أن نسمع تعليقك حول فتح الطرق سواء في تعز أو في مأرب من جهة الضالع كيف عاش الناس هذه الفرحة وكيف غيرت في حياة في العيد باللا شك بأن فتح الطريق يمثل خطوة سليمة وإيجابية في الطريق الصحيح لا ينبغي قطع الطريق من قبل أي قوة أو مكون فالقطع الطريق جريمة وطنية عظمى وهناك انفراجة جزئية لكنها لا تكفي ورغم ذلك صنعت خففت الكثير من الأعباء في فتح طريق مثلا مأرب البيضاء خففت الكثير من الأعباء على اليمنيين في التنقل سواء القادمين من المملكة العربية السعودية أو القادمين من أو العمال والعاملين في قطع التجارة في مأرب الراغي وهم أغلبهم ومعظمهم وافدون إلى مأرب من المحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي تمكنوا من العودة إلى ديارهم وقضاء العيد مع أهالهم وأقاربهم بسهولة وبدون مشقة وبدون مغامرة في الصحراء وبدون التعرض للغامل التي زرعتها ميليشيا الحوثي ولكن هي انفراجة نسبية وغير كافية وينبغي على اليمنين أن يضغطوا لفتح كافة الطرقات وإذا كان هناك تخوفات عسكرية لدى هذا الطرف أو الأخرى هناك في البلدان الأخرى تعمل الطرق بشكل حلزوني ملتوية لتسهن عليها لتشهل لديها قدرة على المراقبة ومعرفة القادم إلى نقطة تمركزها فتتعامل معه بوقت مبكر أما أنها تقطع الطريق هذه جريمة لا تقتفر وللأسف الشديد لا نستطيع أن نجد تفسير منطقي لسكوت اليمنيين على قطع الطرقات وتقطع وصال البلاد شرقها بغربها وجنوبها بشمالها طوال السنوات الماضية نعم إذن أستاذ حمود أيضا نود تجربتك أنت وكونك نازح من إب إلى مقرب هل تمكن النازحون من تحويل محنة النزوح إلى فرصة لبدأ حياة جديدة للنمو للتطور عزيزتي بنسبة للتواصل بموضوع طرقات بالنزوح فالنزوح فيئتين هناك نزوح كتلة اجتماعية يمنية مناهضة لميليشي الحوثي لمناصرة ومنحازة للدولة والعادل والمساواة والقيامة الدولة فهذه الفئة للأسف الشديد هي الأكثر تضررنا اليوم حتى من فتحة الطريق يصاب على حمود هزاع وعشرة الآلاف أو ربما مئة الآلاف من اليمنيين العودة إلى ديارهم وإلى مسخة رأسهم والتواصل وقضاء إجازة العيد مع أهلهم وأقاربهم هناك بسبب الموقف السياسي سيتم اعتقالهم وتعرضون للتعذيب من قبل ميليشي الحوثي للأسف الشديد بعد عشر سنوات من عاصفة الحزمة التي أعلنت أنها ستقضي على الإنقلاب وتدحر المشروع الإيراني من اليمن يجد اليمنيون بعد عشر سنوات أنفسهم من واقع لا حزم ولا أمل وبالتالي حتى تكيفهم في مأرب أو في أماكن النزوح هناك تكيف ولكن لا يجد تكيف حقيقي أو فتح أفاق للحياة وبديل لما خسروا قبل عشر سنوات جراء نزوح والتهجير القصري لأسباب كثيرة وأبرزها اقتصادية إلى جانب عامل الحرب ولا استقرار نعم إذن أستاذ وديا ما هي التحديات الرئيسية التي تواجه أي جهود لمحاولة فتح كافة الطرق وضمان حرية التنقل بالنسبة للناس الحقيقة بأن أكبر التحديات هي مسألة غياب الضمانات خصوصا مسألة ضمان ميليشيا الحوثي كطرف أيضا مباشر في مسألة هذا الحصار الحاصل ومسألة غلاق الطرقات يعني كلنا نعرف حتى المجتمع الدولي والمبعوث الأممي والذي قبل كذلك مبعوثي الأمميين يعرفون بأن من فرض هذا الواقع أيضا هي ميليشيا الحوثي من طرفها التي فرضت نقاط التفتيش فرضت جمارك جديدة فرضت أمر واقع جديد في كل المناطق التي تسيطر عليها وكذلك قسمت الأمر إذا صح التعبير أيضا مسألة وكأنه بين دولتين هي تفرض أمر واقع يعني غير مقبول اجتماعيا ولا شعبيا الشعب يدرك بأن ميليشيا الحوثي هي التي تحمل المسؤولية وأن كل الأطراف أيضا هي التي تبادر لتفتح هذه الطرق سواء المجلس الانتقالي من طرفها في المناطق التي يسيطر عليها سواء في الضالع أو في شبوة أو في غيرها وكذلك من جهة الحديدة كذلك الشرعية والقوات المشتركة أكثر من مرة كما قلت فتحت الطريق لكن دعيني أشير أيضا بأنه مثلا حينما فتح الحوثي طريق قبر راس حيس يعني علينا أن نشير أيضا بأنه هذه المنطقة هذه النقطة التي فتحت تربط الحديدة أصلا بمحافظة إب يعني لمن لا يعلم أيضا بأنه ما بين حيس وبين العدين مئة كيلو فقط يعني هذه النقطة التي فتحها الحوثي تسهل انتقال المواطنين في أقصى قنوب الحديدة إلى صنعة وتفتح لهم منفذ للذهاب إلى صنعة وإلى غيرها كذلك لذلك كنا نتمنى بأن يتم التعامل بشكل إيجابي مع هذه النقطة مع أقول كذلك استمرار الضغط على ميليشيا الحوثي يعني لفتح طريق الجراحي حيس لكن مسألة كذلك التحديات هي تحديات عسكرية تحديات سياسية تحديات يعني كلها ترتبط أيضا بمسألة غياب الضمانات ومسألة قدرة المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة والممثلين بالمبعوث الأممي في مسألة يعني إلزام الحوثي باستمرار الحال على ما هو عليه لكن كلنا نعرف أيضا بأن في الأخير هذه الطرق التي فتحت وهي طرق محدودة ومبادرة يعني يعني مؤقتة إذا صح التعبير بل وملغومة إذا أردنا أن نصف أيضا بشكل آخر لأنها في لحظة ما قد تنفجر يعني عسكريا وقد تغلق أيضا وهي تغلق أيضا من ساعة إلى أخرى أيضا كما يحصل أيضا في بعض النقاط التي تستر عليها مليشي الحوثي من جهة السفل والقاعدة وتعز والحوبان وتكدس الناس لديها بين تفتيش وإقامة إلى أن يفتح لهم في ساعات معينة للعبر إلى تعز حالة التوقار الشعبي حالة الاندفاع الشعبي من مناطق المليشي الحوثي إلى مناطق الشرعية مثلا على سبيل المثال في تعز الرسالة كانت واضحة يعني هناك لوحة اليوم تم تدولها بشكل واسع يعني كانت الرسالة فيها واضحة جدا لكل اليمنيين هنا تعز أهلا بكم في الرحابة الجمهورية هنا لا سيد إلا الشعب وهذه الرسالة التي بحد ذاتها تمثل أكبر رسالة يعني عميقة جدا تصل إلى الكتلة الأكبر داخل مناطق مليشي الحوثي وأقول دائما بأنه حينما نتخاطب مع مليشي الحوثي في المناطق وتسيطر عليها نحن لا نخاطب مليشي الحوثي فقط يعني نعم هي التي تسيطر عسكريا وسياسيا وإداريا لكن يجب أن لا نغفل وأن لا نتجاوز وأن لا نلغي الكتلة الإنسانية والشعبية الكبرى ولدينا الشعب اليمني بأكبر كتلة يعني جغرافية وإنسانية وتواجد حيث تسيطر مليشي الحوثي علينا أن نخاطبهم وعلينا أن نعون على أي احتقان على أي اعتمال على أي غضب شعبي يجب أن يفرز في الأخيرة أو ينتج عنه استجابة من مليشي الحوثي بأي شكل أو بأي طريقة إذن بالعودة إليك أستاذ حمود يعني ما هي الشروط التي يعني كونك نازح التي يجب أن تتوفر لكي تشعر بالأمان إذا ما فتحت الطريق إلى محافظتك ورغبتها بالعودة والله سؤال صعب والإجابة على ويش صعبة فكل من يعرف مليشي الحوثي يدرك أن لا عهد لها مهما توفرت شروط لا تنطبق عليها لا عهد لها ولا ذمة ولو كان هناك فرص للقابل يتعاوش معها لما خلق هذا الصدام والرفض المجتمعي إلى درجة ومقدمة هذه التضحيات ولكن للأسف الشديد مليشي الحوثي هي مثل الاحتلال الصهيوني يبدو أن تمارس كل ما تمارس بحق اليمنين ويغض المجتمع الدولي الطرف عنها وهي أداة تستخدمها الرباعي الدولية التي تدير الملف اليمني وهي أربع دول دولة عربية وإلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا وللأسف الشديد الرباعي الدولية هي من تدير كل القوة والأطراف وتخدم الحوثي وتجعل الأداء الأكثر كسبا للنقاط والأكثر هيمنة على اليمن خلال هذه المرحلة ونجاح الحوثيين سببه كذلك ضعف قيادات الشرعية وعدم قدرتهم على القيام بدورهم كرجال دولة وتبني مصالح أبناء شعبهم ورفض ممارسة الحوثيين ورفض الخديعة ودعم الجيش الوطني بما ينبغي لو لا هذا الخليط الهلامي من النخوة اليمنية التي لا تنتلك الإرادة والتي للأسف الشديد أهدرت تضحيات اليمنين التي قدموها وهي أكثر من تضحيات اليمنين في ثورة 26 سبتمبر قبل خمسة عقود ورغم ذلك نرى أنه النتائج لا يوجد أي نتائج لصالح المشروع الجمهوري ولمشروع الدولة اليمنية بل أن الشرعية ما يسمى بالشرعية هو قد تم تفخيخه بكيانات وبشخصيات لا تحمل ولا لليمن ولا تؤمن بل قد ربما تتوافق وتقوم بعمل مكمل لما يقوم بهم ميليشيا الحوثي وبالتالي اليمنين أصبحوا ضحايا وهنا نوجه الدعوة لأبناء اليمن نقول لهم بأنهم يجب أن يكون هناك معرفة وإدراك يجب عليكم أن تتأملوا هؤلاء الذين يحكمون اليمن في كل المناطق والجغرافيا بما فيها ميليشيا الحوثي هل هؤلاء يعيشون حياة كالتي تعيشونها هل يقاسون الظروف هل تجدون أبناءهم يدرسون في مدارس هل يواجهون معانة الحياة هل يتأرضون للمخاطر بالعكس على سبيل المثال من يحكمون عدن سواء الانتقال أو قادة الحكومة الشرعية مثلا على سبيل المثال لا يعانون من الحر الذي يعاني في باقية سكان عدن والمحافظات المجاورة لها يعيشون في أبراج عالية إما أن أصرهم خارج اليمن أو يعيشون والكهرباء مؤمنة لهم وبالتالي بأي حق يكون لليمني ولا لهؤلاء فالمشكلة عويسة لا يمكن لأي من أن يخاطر بالعودة إلى مناطق ميليشيا الحوثي والسلام الذي يحاول الرباعية الدولية أن تفرضه هو سلام مفخخ ومزيف ولن يدوم إذن مأرب أصبحت ملجأ الكثيرين ولكنها تواجه تحديات خاصة خاصة مع زياد عدد النازحين ونقص الخدمات كيف ترى مستقبل مأرب في ظل استمرار النزوح والتوترات السياسية والله مستقبل مأرب صحيح بأنها تواجه ضعط وتسعى للنزوح لكن كذلك هناك تقصير من قبل السلطة المحلية تجاه قادرة كانت على حالات الكثير من الأشياء وأنا هنا من علاق أنت بالقيس أطالب اللواء السلطان العرادة أن يحسن من ظروف الناس والمجتمع الكتلة السكانية في مأرب فهي التي ستدرع الواقع لمأرب وعلى قدر اهتمام السلطة المحلية سيكون اهتمام المجتمع وحماسهم في الدفاع عن مأرب فالعملية الشاركية واليمنيين والنازحين قدرون كلهم أبناء مأرب قبل باقي أبناء المحافظات ونحن في سفينة واحدة فينبغي أن تكون هناك عملية تكاملية من أجل ننجو جميعا ويكون هناك مستقبل لليمنيين جميعا أما أن يستمر أداء السلطات بهذا الرتابة وفي عرقلة بل إهدار بعض المشاريع وعاقة عمل بعض المنظمات فهذا لا 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 يصف في مستقبل مأرب فنحن نريد من السلطة المحلية أن تحصن عملها وتعتبر ذلك جزء من التعبية العامة نعم إذن في دقيقة أستاذ ودي لنفترض أن جميع الطرق فوت الحد غدا هل تعتقد أن هذا وحده كافي لرأب الصدع الاجتماعي والسياسي في ليمان الذي تشكل خلال سنوات الحرب سؤال مهم يستحق أن نختم بهذه الحلقة للأمانة أنا أقول بأن حالة فتح الطرقات هي حالة إنسانية بالدرجة الرئيسية ويجب أن تبقى في سياقها الإنساني اليوم ما هو مطلوب هو بأنه كيف يمكن للمجتمع الدولي ومثلا بالمبعوث الأممي أن يثبت حالة الانفراج إذا صح التعبير إذا صح الوصف كذلك مسألة الانفراج فتح الطرقات يجب أن يستمر وأن يواصل وأن يدخل المبعوث الأممي وأن يمسك هذا الطرف ليسأل الطرفين حوثي وشرعية كذلك ما الضمانات المطلوبة من كل الطرفين لتثبيت الوضع على ما هو عليه يعني يجب أن نحترم القانون الإنساني الدولي الذي يحفظ إنسانية الناس في طرقهم وحقهم في العبور حق العبور حق إنساني أصيل يعني في الأخير علينا أن نراعي هذا الجانب وفي حال لا سمح الله انفجر الوضع يعني عسكرين في ذات مرة أو في وقت لاحق علينا أن نراعي أيضا هذا الحق الإنساني الأصيل في مسألة العبور وأن تتجنب الطرق الرئيسية أي هجومات عسكرية أو الأعيان الإنساء المدنية كذلك أي قصف من أي طرف خصوصا ميليشيا الحوثي لذلك أنا أتمنى بأن يعني المجتمع الدولي مثلا بالمبعوث الأممي أن يمسك هذا الطرف أيضا يمسك هذه الخيوط ليلزم الطرفين بضمانات معينة لتستمر الطرق كما هي مفتوحة وليستكملوا أيضا فتح الطرقات بشكل يخدم الناس ويخدم الشعب اليمني الذي كما قلنا الشعب اليمني أكبر من كل الأطراف وأكبر من كل يعني الانتماءات وسيتقاوز هذه المرحلة إن شاء الله إلى ما هو أحسن بما يحفظ لليمن إن شاء الله أمنها واستقرارها يعني لأنه في الأخير يجب أن تدرك ميليشيا الحوثي بأن الشعب اليمني لن يستمر يعني صامتا في مراتك سيطرتها وأن تدرك بأن الطرق هذه حق إنساني أصيل وعليها أن تستقيم لكل الضغوط قبل أن تفقد أو يسحب البساط من تحتها بثورة شعبية نعم إذن شكرا جزيلا لك وديعتها الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان كنت معنا في المساء اليمني أشكرا جزيلا لك أيضا حمود هزاع الصحفي والنازح من إب إلى مأرب كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب أشك لكم مشاهدين الكرام لحسن متابعتكم أيضا إلى أن أترحيكم في المساء من الجديد كونوا برعاية لأي وامنه ترجمة نانسي قنقر